طيب النادي الاهلي طلع القرار ده بلا حيثيات اكيد لا اكيد ده ما حصلش نشوف اساسا بيان النادي الاهلي استند على ايه وده خطاب للرأي العام كله عايزين نشوف هل اللي حصل مع النادي الاهلي فو ظل عدد المتشاط دي انت قعد تخرج نفسك من فكرة انت اهلاوة ولا لا اتفرج واسمع وشوف هل ده صياق طبيعي للأحداث ولا صياق غير طبيعي بنبدأ بفكرة حكم الفار محمود الدسوق سبع مباريات بداية من ماتش الاتحاد بيدير في النادي الاهلي تلات مباريات من سبعة حكم الفار ده اللي بدأ في حوالي اربعين يوم او اقل بيدير تلات مباريات عمل حاجة غير مسبوقة في التاريخ واتحد حد يجبه انه خد قرار في ماتشين مختلفين تجاه نفس اللاعب في لعبة ممثلة والقرارين بتوع التسلل بتاعة محمود الدسوق في مبارات سراميكا والمقصة على محمد شريف اللي اتنين غلط دي حطها على جنب طيب هل هي دي بس الجزئية اللي نقدر نتكلم فيها لأ هنروح لحالة تخص دجلة مبارات الاهلي ودجلة وبتتحرم من نقطتين مستحقتين عن طريق ضرب الجزاء لم تحتسب للنادي الاهلي بكهم والشد واضح قدامنا كلنا والنادي الاهلي بيتحرم من اللقطة دي بتيجي بعد النقطتين دول الامور ما بتتصلحش ده بالعكس لسه فيه اصرار على الخطأ ايمن اشرف بيسجل هدف صحيح وحنروح معاكم وحنوقف في مرحلة مستقلة عند الهدف ده انا عايز نشوف اللقطة دي دراع المدافع هل هي ايه وضعها التشريح ان هي تكون في الاتجاه ده هل ده طبيعي لا ايمن اشرف كان بيتم اعاقته ومع ذلك حاول يعمل الجنب وسجل الهدف مش كده وبس بنشوف تناقط كمان يستحق كلنا نقف عنده ومحدش انفع يشوفه ان فيه حسن نواية لان الطريق الى جهنم مفروش بالنواية الحسنة رامي ربيعة الكرة دي اتحسبت عليه في مباراة الاسماعيلي الموسم الماضي ضرب الجزاء وما تمش تطبيق فكرة الارتداد كان مين الحكم الرئيسي كان محمود عشور حلو حنقول ان محمود عشور ممكن يكون ده تفكيره ودي قراراته بس لما نروح ونلاقي محمود عشور في المباراة المصري والزمالك حكم فار وبتيجي لعبة ممثلة والكرة بتغبط في ايد مدافع الزمالك وهو حكم الفار ويروح له الحكم كان ايه رأيه هل طبق نفس المنطق ان الارتداد هنا بيتحسب ضرب الجزاء لا تغادى عن اللعبة طيب هل كل اللي احنا بنقوله والشيء المخيف ده من المغلطات اللي اتعملت في حق النادي الاهلي في القرارات هل ده بس كان كده لا ده كمان النادي المنافس تم مجملته نادي الزمالك امام نادي امبي في لعبتين بضربتين جزاء بشهادة خبراء التحكيم ضربتين الجزاء اللي اتنين ما بيتحسبوش ادي واحدة منهم اتكلمنا في بره او جوه عشان نلهي الناس عن كرة طارق حامد اللي ما كانش فيها اي مبرر ان هي ما تتحسبش والدفع كان فيها واضح جدا كده احنا بنتكلم في الكم ده من الحالات في الفترة المحدودة دي وانت قاعد بتتفرج عندك عقل سيبك من انتمائك وجرد اي انتماء هل بعد كل ده النادي الاهلي لما يصدر بيان بيحط كل واحد فيه في اتحاد كرة او كل مسؤول في لجنة الحكام امام مسئولياته هل النادي الاهلي هنا ما عندوش اعلاميا وامام الرأي العام كل الحيثيات اللي تخليه اقول يا جماعة ثانية واحدة في حاجة غلط في حاجة مش مفهومة في حاجة كم من الاخطاء مستحيل يتقبلوا العقل ان بيحصل في المدة دي طيب بعد القرار ايه اللي حصل بعد القرار بنشوف خبر اقاف الشناوي طيب اقاف الشناوي اربع مباريات زي ما شفنا في جرأة مش في القرار الجميع بيعلم ان القرار اللي المفروض بيحقه انه هو يتم اقافه ومع ذلك ده ما بيحصلش بيلعب مباراة بعدها وبعد كده يطبق الاقاف ولكن المرة دي مفيش الكلام ده القرار هيطلع وقتها وبأسرع وقت ممكن طيب هنتكلم في فكرة ان القرار طلع بسرعة مفيش مشكلة هل اصلا القرار ده صحيح؟ هل اصلا القرار ده مستند على اي وقائع؟ هل اصلا القرار ده منطقي؟ يا جماعة لو ما عندناش معيار كلنا سبتين عليه تأكدوا انه كلنا عندنا حاجة غلط ليه ما عندناش معيار سبتين عليه؟ لانه هتشوفوا معنا بعض الحالات اللي عردت وحالات بتعرض لاول مرة لو رحنا في مباراة بيرامدز رمضان صبحي اعترض على الحكم لو شفنا الصورة داخل المباراة بعد المباراة بيعترض على الحكم مسكوا من كدفه كان ايه قرار؟ الحكم اشهر بطاقة في وجه رمضان صبحي طيب بعد البطاقة دي ايه اللي حصل؟ الحكم ما كتبش حاجة في تقريره اكتفى بفكرة انه هو خد عقوبة داخل الملعب طيب هنا في حاجتين لازم انت وانت بتتفرج تفكر فيهم لما تيجي تقرم بواقعة الشناوي اللي هي كمان هنا واضح ان اللاعب كان اللي انفعال زائد لان القرار كان واضح طيب حتفكر في حاجتين ايه هما الحاجتين؟ الاول لو احنا بنتكلم ان الحكم كتب في التقرير زي ما حصل في واقعة الشناوي وبيقال طيب هنا الحكم كان حيبقى متصق مع ذاته خدت قرار وكتبته في التقرير طيب ايه الادعة؟ حكم الساحة في مبارات الاهلي يرى ان الشناوي ارتكب مخالفة فيشهر بطاقة تجاهه ويحط ده يضمنه في تقريره ولا ان الحكم وهو عنده الفرصة وهو عنده الوقت وهو في الملعب وهو صاحب القرار وهو سيد قراره حط تحتها مليون خط ايه اللي عمله؟ ما شافش ان اللعبة تستحق اي حاج اللي حصل بعدها بعدها خرج علينا قرار الاقاف لان اعتبروا ان الحكم شاف ان التجاوز حصل في حقه فيستدعي اقاف اربع مباريات اللعب طيب ايه المنطقي اكتر؟ ان الحكم نفسه صاحب الوقعة هو اللي يشوف مدى الوقعة اللي حصلت من اللعب ولا حد تاني لغرض تاني يشوف اللعبة زي ما هو عايز عشان الشناوي يتوقف في مرحلة مهمة جدا ظلم تحكيمي حط كمان ايقاف الشناوي مع بعض النتائج اللي بيحصل فيها تخبط فشوف الصورة كلها هتوصل لموسم 2015 لا ده هتوصل لأسوأ طيب هنيجي نشوف القرار اللعبة اللي احنا شفناه في رمضان لا مش دي بس هنشوف لعبات تانية كمان لو رحنا وشوف مباراة الزمالك واسوان هنشوف فرجاني ساسي ولقطة واضحة جدا الحكم طارق سامي كم مرة تعرض للعبة زي ما حصل من الشناوي مع العكس ان اللعبة دي كان فيها تعمد اكتر وكان فيها تعمد ان الحكم مديلك ظهري مش انا بكلمك لا ده الحكم مش باصس انا بحط يدي عليه وبحاول اوصله رسالة طب هل دي كانت جوا اللعبة بس لا ده محمود علاء بعد كده وفرجاني ساسي بيتعرضوا للحكم بشكل مباشر ننقل للصورة اللي بعدها اهو طبعا الانفعال واضح والكلام واضح ورياكشن الحكم واضح جدا انه هو فيه كلام عايزة قال هنروح بعدها ليه الحكم وهو محمود علاء حاطت ايده عليه وفرجاني ساسي غالبا يعني مش بيسيء اليه لا بيوجه ليه نقض قاسي طيب هنروح بعد كده ليه لعبات تانية معانا يستمر هنا مصطفى محمد بيشد الحكم من ايده لمحاولة برضو انه هو يكلمه تخيلوا انه كل الالعاب دي اللي هي اسوأ من وقعة الشناوي ما انتخدش اي قرار تقديبي فيها هنا لازم واقفة احنا ما بنهزرش ولا بنهرج الموضوع مش ان انت جالك مزاج ان انت تطلع قرارات فاعتعقد النادي الاهلي فين كل دول لو انت بتتكلم ان انت شفت ان ده اساقة مع ان الشناوي كان بيكلم الحكم الحكم تقريبا ما سمعوش او بيتحرك فقال له انا بتكلم معاك طيب انت شفت ان ده غلط طب فين كل الحالات اللي فاتت دي وكان التقرير فيها عامل ازاي طب نروح لحالات تانية لان مش ده بس اللي معانا هنتكلم في برضو حالة تانية زي نشوف الحالة اللي بعدنا اللي معانا بعد كده ونعلق عليها هنا برضو دي مباراة بيرامدز والزمالك المشهد احنا ما عرفناش نجيبه فيديو عشان الحقوق انتوا لا تتخيلوا اللي كان بيتعرض ليه الحكم من كل اللعيبة بتشد ايه ده عبدالله جمع على الحكم اللعيبة بعضها بيدفع الحكم البعض بيتوجه للحكم بشكل مباشر كل ده جماعة ما اتخدش فيه قرار احنا مش هنقف عند لعبة رمضان بس فين كل ده فين العقوبات مش كده وبس هنروح لبعد كده مصطفى محمد في وقعة شهيرة وهو بيمنع محمود عشور من انه هو مش بس خطأ مركب ده بيمنعه يشوف اللعبة بيمنعه يستقنف اللعب وكمان حاطت ايده على الحكم وبيمنعه من الحركة كل ده كل ده ما استدعاش قرارات ايقاف ولكن الشناوي تم ايقاف هل بيعتقد البعض ان الاهل مستضعف لا الاهل مش مستضعف اللي اتعرض ده وما اتخدش فيه قرار والشناوي اتخد فيه قرار احنا قدام جرم في القرار وجرم في العقوبة وانا عايز حد يوصف لي الموضوع بشكل غير ده الديني مبارد حد يقعد يقنعنا يا جماعة عشان الرأي العام اللي انتوز اعلانين انه هو منفعل يهدى حد يقنعنا حد يفهمنا ايه ملابسات كل ده طيب عندنا وقعة اسوأ لو احنا هنتكلم هنفترض مثلا ان انت لجأت للفيديو عندنا وقعة من امام عشور وهو بيقوم بالبسق على لاعب اخر في سلوك يعني انا بحاول ساعات انتقل الفاظ في المشاهد اللي زي دي لان ده ما ينفعش يتقال عليه سلوك غير رياضي ده سلوك غير انساني وسلوك غير ادمي والبعض طلع يتكلم عن فكرة اللي شد سماعة خد ست مباريات بس اللي اهان انسان متوقفش طب اللي اهان انسان يا فنه هندسة طب دي ايه فين الاخلاقيات لو انت شايف ان اهانة انسان ولا حاجة ولا اتخذ اي عقوبة تأدبي طيب معانا بقى لقطة في الموسم ده لان البعض حيجي يقول لا ده فيه حالات يا جماعة بلاش اعلاميا اني ايه حالات على حالات طب ازاي ما انا عايز معيار في المسابقة حنيجي بقى الواقع حصلت السنة دي في مبارات سيراميكا طارق سامي الحكم ونشوف حصل مع طارق سامي ايه من اللعب بتاع سيراميكا مع سموحة طارق الحكم المساعب بيتم دفعه في سهدره في لقطة يعني دي ايه تفسرها يعني ايه تفسر ما انتخدش فيها قرار كل اللي فات ده انظار داخل الملعب ما انتخدش عقوب ما انتخدش يقاف اربع مباريات ما طلعش القرار في ثانية بعد البيان بتاع نادي كل ده بنتكلم فيه انه هو حصل مع لاعب وهو الشناو وكل الحالات دي بنترحها على الرأي العام قدام اي عاقل انا عايزك تخلي جمهور النادي الاهلي مستقر ان العقوبة دي يحترمها عايزك تخلي جمهور النادي الاهلي مستقر ان انت عندك حاسيات يا اما مش بس فكرة إلغاء العقوبة ده لازم نطلع نقول ان ده خطأ حصل وان ما كانش ينفع يحصل لان هو اجدج الرأي العام وهنا بقى ده مش عقدة اضطهاد ولا مظلمية ده دلائل ووسائق بنتكلم بيها طيب اشتركوا في القناة